أسلمكم الله هذه فيها نوع من الحكمة وفيها نوع من يعني اللي تأملها زين يعني بيحس أن الكلام ذا صح الصح استرح يا بوي ارتاح أنا بنطول اليوم في القصة شوف لك كرسي وجس السؤال يقول أو القصة تقول كان فيه واحد عنده يا بو فهد نعم شبه مزرعة كبيرة والمزرعة هذه حول بحر مزارع مزارع حولها بحر المزرعة حولها بحر يعني مثل ماليزيا مثل اندونوسيا مثل جدة وشها بعتفن بها لا جدة ما فيه ذيك يعني كتجارة شجر موز على شجر يعني وفيها طيور وفيها حيوانات بحر 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 ويهيج يعني يقلب يضرب يقلب ويطلع منه أصوات تروع اللي ما ينتروع الله 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 هذا صاحب المزرعة كل ما جاب عمال راحوا سلامات؟ ونحاشوا وين راحوا؟ ليش لأن المزرعة إذا هدر البحر يخوف يروع موحش خصوصا البحر ما يهدر في ذيك المنطقة إلا في الليل الليل كان الليل ليجي الليل الدامس نعم بحر 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 إذا جال ليلة دامس يعني مي بليلة 12 13 14 15 16 فيها قمرة لا ليجي الليل اللي هو طال عمرك منه بحده دامس اللي من 1 إلى 11 طوال لا من 27 وتحت نعم المهم كل ما جاب أحد انحاش خاف ارتاع وهذا يعني كبر سنة ما صار يعني عنده ذيك القوة وذيك الجلد وذاك الصبر فيعلن طبعا هم على بساطتهم حاط نعلان كذا فورقه وعلى كرتون وزي ما نسوي لنا في عبارة ذكاء الحارة وعلى كراتين جاء واحد فصيح حصيف حصيف وفصيح والله الله 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 بعد الواحد فاستمعت في ذات انتين ميزتين ذي ميزتين ذي ميزتين ملتي سيستم تنه شامبو بلسم وشامبو شامبو نعم المهم بس انه بنيتها ضعيفة وهزيل جسمه ومهن ذيك القوة ادقاق ادقاق ايش هو رأي المزرعة كأنه استحقره اه شامب وش ذا نحيف وش ذاك بيرسن وقامت ميب طويل مرة كان حين أنا جاي ناس أشاوس أقوية ما يحتاج وراحوا وانت جاي تقول انا مستعد وانا وانا قال وش يعني هو بيسأله قال وش احسن ميزة عندك قال انا اذا اهدر البحر ايه وهاج البحر نعم انوم ارقد لجبل ما يهزك ريح نعم ما هو كبر خبير هذا خبير هذا عنده حصيف حصيف وعنده معلومات دقيقة شو يتعامل مع البحر نعم قال الرجال زين راح سبوع سبوعين ثلاث تسابيع يوم الايام هدر البحر هدر البحر الله الله جاك البحر جاك البحر جاك يضرب هالحصة يضرب وصوت نعم صوت قوي صوت يروع وينك الحصيف نايم وينك يا الخصيف خبير نايم وكبر المخده بعد ايه بعد جا راي المزرعة نهبل الصوت خوف جاه يوم شاف الدنيا جاه قال تعال الحين هذا وقتك هذا وقتك يلي الناس وش جابني وش موكلك 22 يوم انت ما تخاف من الله قام هذا قال وش السالفة وش السالفة وش عندكم وش عندكم كبر المخده ورقد يا اخوي ذا ظاهر مو جاي مزارع هذا جاي فندق ايه البحر عود مرة ثانية وش يسوي يهدر ويضرب وينك يلي ماسك المزرعة قيم بحرك نفسك نايم راعي الحلال طلع بعد لازم هذا وقت تكرر عينك على حلالك دواء دواء نعم طلع لقى طيور في محلها مربوطة كويس لقى الشجر سبحان الله الجديد اللي توهم زار عينه مثبت مصبوط لقى فيه مثلا زي الله يعزكم عشاش أقفاص أقفاص مربوطة صح لقى السور الخشبي صح طيب طيب لقى شغل الرجال 22 يوم صح الصح متوبكة مضبطة مسنعة قال له تذكر كلامه اللي قبل وش قال أنا إذا هدر البحر نمت نعم ما علي مو مثل بعض الناس اللي لا قدر الله لو جاء عجن خفيف طاحت اللوحات الشينكو الشينكو طارت طارت الباب حق الباب البيكة ما دل له طاير طاير ما اسمه انت يا لوراق عبشن طاير عمام عشاش طارت الرافعات طاحت نعم 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 قال أنا أضبط شغلي أتقن شغلي ما أقعد أأخرة لين على قولتهم تجي المصيبة في الراس تجي المصيبة ولذلك كثير من الناس للأسف الشديد ليجت الأمطار يقولون نظرا للأحوال الجوية الصعبة لا لا نظرا لأنكم غشاشين بسوء التدبير طلع هذا المصايب ولا مهب ولا نظرا لأحوال الجوية أحوال الجوية ما فيها شي صح نعم هذي جاء مطر الحمد لله ليش ما حطيته مرازين ليش ما حطيته صفايات ليش ما حطيته عزل اللي عاج جاء بقضاء الله وقدره الحمد لله مؤمنين به لكن هذا الرجل البسيط ما عمنا الرجال مثل اللي قلنا استحقره لضعف بدانته لصغره لبساطة ما وكبر سنة ايه لكن هذا اللي قال لك خبير عارف شلون يشتغل صح هذا خبير صح فهذه القصتنا اليوم انك انت اتقنت شغلك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه نعم زين انك تجود عملك انك تضبطه انك ما تنتظر لا قدر الله تجي مشكلة تجي مصيبة تجي الاخرة من اصغر شيء يعني خلنا اقول لكم مثلا المصطوصفات لما تكون مثلا الضماد والاسعاف او مثلا الاستقبال الوبار موجودة القطب موجود الضمان موجود المغذاية نروح مثلا للسباكة نروح ازاكم الله للصرف الصحي نروح الكثير من الامور شغلك جودة خله جاهز وخل عندك احتياط وخل عندك خطة واحد واثنين وثلاثة نعم نعم هذا اللي قال لك جود شغلك وارق دوامن خلاص شغلك مجود ارق دوامن ما عندك مشكلة بعض الناس حتى في اعمالها الخاصة هو مثلا محمل تطبيق خلنا نقول اوبر مثال والله لقاهم مملك لكم حاي راح الكريم راح الكيان راح مدري وش يوصلني راح الأجرة جينا مثلا لمطاعم خل عندك خمسة ستة رحنا المغاسل يعني عود نفسك انك لا تعيش عاجل مهم طوارئ هذه تخليك يعني محيوسة شوي نعم الله يعني بيضل اوجك على القصة طيبة بارك